وضمن القراءات المتخصصة يؤكد المراقبون أن مختلف المناطق والقوائم الانتخابية رشحت لمفاجآت تقترب من الانشقاق ولن تصل حد التصادم واضحين أن رغبة زعيم الطيار الصدري بحماية توازن القاري الشيعي قد تمنح خيارات العودة إلى المشهد من بوابة مجالس المحافظات في إشارة إلى خالة من التململ الانتخابي بين قيادات البيت السياسي الشيعي ولا يعلق المراقبون كثيرا على وجهة النظر القائل بصوم سياسي متواصل للتيار أو تفسيرات لمواقف هنا أو هناك باعتبار أن الكلمة الأخيرة في هذه القضية مرتبط بشكل حصري بقرار زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر ومستوى الثقة الجديدة مع باقي القوى السياسية انطلاقا من مفهوم المجرب لا يجرب